بسم الله الرحمن الرحيم ما أنحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كركبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبريك من قبل إبراهيم وإزحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا يوسف أو افرحوا أرضا يخلو لكم وجر أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وأخوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لنا صحون أغسله معنا غدا يغتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا أباهم عشاء يبكرون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بذب كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاء واضر عليم بما يعملون واشعروا بثمن بخص دراهما عدودة وكانوا فيه من الزالدين وقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مسواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأوين الأحاديث والله ظالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبوال وقالت هيتنك قال معاذ الله إنه ربي أحسن بتوان إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد لأهلك سوءا إلا أن يسجل أضعفاه الأليم قال هي رادتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تغاود فتاها عن نفسه قل شغفها حبا إنا لنرى في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهم متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكم الذي نمتنني فيه ولقبرا واتروا عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أهره ليسجنن وليكون من الصاغرين قال ربي السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصاف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدانهم من بعد ما رأه الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إما نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تردت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي الرحيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس ما يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسبي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان فأنساه الشيطان ذكرى ربه فلبت في السجن بضعتني وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاق وسبع سنبلات خبر وأخيابسان يا أيها الملأ أبتوني في رؤيا إن كنتم لرؤيا تعبون قالوا أضغاة أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واتكر بعد أمة أنا أنفركم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاق وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تذعون سبع سنين بأبا فما حصدتم فذروا في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه عصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قط على أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاشا الله ما عننا عليه من سوء قالت اغرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته وعن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أغفر كيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراوض عنه أباه وإنا لفاعون وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكسل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونبير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لم نوسمه معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتن لي به إلا أن يحاق بكم فلما آتوا موثقا قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أبني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يومي عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذى مؤذن أيت والعير إنكم لسارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا ليفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجنا من وعاء أخيه كذلك كدنان يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقف أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما هو وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موفقا من الله ومن قبل ما قربتم في يوسف فلم أمرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسألوا قضية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيف قالوا تالله تبتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالفين قال إنما أشقوا بثي وحزني إلى الله وعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القول الكافيون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مستنا وأهلنا الضر وجلنا برضاعة مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجد المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجدني حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاب على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا لا استغفر لنا ذنوب فلا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آغى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويلوا إيايا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحتن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن ندوى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا بكل العالمين وكأيهم من آيات في السماوات والأرض والأرض يمرون عليها وهم عنها معرفون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا بكل للعالمين وكأيهم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرفون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أوسلنا من قبلك إلا رجال النوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد قذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وغدا ورحمة لقوم يؤمنون